هناك سؤال تكرر كثيرا في الواقع السؤال يقول انني ارتكب بعض المعاصر ثم اتوب ثم اتوب الى الله ثم ارتكبها مرة اخرى واتوب وهذا ما يسبب لي كثير من الاسى والضيق اخبروني عن ذلك اذاكم الله خير هذا يقع لكثير من الناس وحمد ربك اذا كنت كلما وقعت في الذنب تبتى هذه من نعم الله وجاء في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا يعجب مثل هذا ويقول علم عبدي ان له ذنبا ان له ربا يأخذ الذنب ويأخذ به فاذا تبتى بالذنبك فانت على خير فاذا وقعت في الذنب ثم تبتى ايضا فانت على خير المصيبة ان تصر على الذنب وان تبقى عليه وان لا تتوب هذه المصيبة عظمى ولكن عليك ان تجاهد نسك لعلك ترجع لعلك لا ترجع الى الذنب لعلك تسلم منه عليك ان تجاهد نسك وان تبدد وصعك في السلام من الذنب والبعد عن اسبابه ومجالسة اهله لعلك تنجو ولكنك مع هذا ما دمت متى فعلته بادرت بالتوبة وعرفت خطرك وانك على خطر عظيم فتبتى توبة صادقة فانت على خير ولكن يجب ان تنتبه لان اخشى عليك من التكرار ان تعتاد الدم ثم تترك التوبة ثم تقيم عليه ولا حول ولا قوة فالواجب الحذر من هذا الدم سواء كان شرب مسكر او زناء او عقوقا او خطيعة رحم او اكل ربا او غير ذلك عليك ان تبتعد عن اسبابه وان تحذرها وان تضرع الى الله صادقا ان يعيدك من هذا الدم وان يكفيك شره وان يحول بينك وبينه وان ضرع اليه صادقا اجابه سبحانه وتعالى وان تحذر الى الله نعم